الزمان الأخير طبعا لاحظ هون الكلام هذا وإنكم عارفون الوقت الوقت هون مش بيتكلم عن الساعة الزمنية اللي احنا بنعرفها لكن بيتكلم عن الحقبة بمعناها الأصلي بيتكلم عن الحقبة الزمنية بيتكلم عن العصر أو بيتكلم عن الدهر وهذا طبعا يعني في مرحلة معينة الكتاب أو الله بيتعامل في حقبة زمنية معينة فمثلا في تمثاوس الأولى إصحاح أربعة مكتوب ولكن الروح يقول صريحا نتكلم عن الزمان الأخير أو الأزمنة الأخيرة ولكن الروح يقول صريحا إنه في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعليم شياطين في رياء أقوال كاذبة موسومة ضمائرهم وطبعا بيكمل ويتشوف نفس التعبير مسكورة في رسالة تسالونيكي طبعا اللي بيتكلم عن الارتداد العظيم وهون بيتكلم يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعليم شياطين ثم إذا منقرأ في تمثاوس الثاني إصحاح ثلاثي خليني أبتد من الآية الأولى ولكن اعلم هذا أنه في الأيام الأخيرة يعني احنا قلنا هون في الأيام الأخيرة أو في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان هنا يقول اعلم أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم محبين للمال متعظمين مستكبرين مجدفين غير طائعين لوالديهم غير شاكرين دانسين بلا حنو بلا رضا ثالبين عدمين نزاهة شرسين غير محبين للصلاح خائنين مقتحمين متصلفين محبين للذات دون محبة لله لهم صورة التقوى يعني واحد من مواصفات ومميزات العصر الأخير أنه بمارس كل أنواع الخطايا ولكنها مغلفة لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها فاعرض عن هؤلاء بكلمات أخرى جماعة متدينين لكنهم غير مثمرين ما فيش ثمر في حياتهم جماعة عندهم معلومات لكن يفتقرون إلى النضوج الروحي جماعة بتتكلم كثير ولكن حقيقة عايشين عكس الكلام اللي بيتكلموا 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 كلام كبير ولكن ما بيطبقوا عمليا على حياتهم أولا لهذا السبب يقول أنه رح تكون أزمنة صعبة أزمنة أخيرة يرتد قوم يأتي الارتداد أولا اشتركوا في القناة